سؤال مباشر، ماذا يحول الدينار اليوم؟ وهل قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ ولا على الأقل هل عنا بوادر ومؤشرات تقولوا أنه اليوم باش نصحوا وماشيين للتوقيع هذا الاتفاق؟ باش نجيبك للأسألة المهمة ذي مليك حبيت نعرج قبل على مسألة المؤسسات الصغرى المتوسطة لأنها مسألة جوهرية في اقتصادنا نحن اقتصادنا من نقاط القوة متاعه وكانت لكن ما لغزمان توقعتها تفض محلها لنقاط القوة هذه هذه الكلارة المتوسطة والمؤسسات الصغرى المتوسطة نحن النسيج الصناعي متكونا بالأساس من مؤسسات الصغرى المتوسطة هالمؤسسات هي اللي تشغل، هي اللي تنتج، هي اللي تستمر هي الدخل ننا العملة الصعبة باش نحكي وعال Pearson هي اللي تدخل ديناميكية في الميزان تجاري متعنا هالمؤسسات تخلق التكنولوجيا, تخلق القيمة المضافة وهي تساهم في النمو الاقتصادي التونس اليوم المؤسسة هذية هالنسيج هذية قاعد يتفرد والنسيج هذية قاعد يتبخر وحقيقة كارثة وموصيبة تعرف نحن ديما نقارن اقتصادنا باقتصاد المملكة المغربية ونقوله المغاربة هربوا علينا في الاقتصاد صحيح هربوا علينا لكن إلى حد هذه اللحظة ما الجرائع اللي صار لنا لكل النسيج متع المؤسسة صغراء والمتوسطة توانسة يبقى خير مثلا من البلاد كما المغرب واش قاعدين يعملوا لمغاربة قاعدين يعملوا في مجهودات وفي تسهيلات وقاعدين يعملوا في الاتصالات ويحطوا في آليات ومناخ أعمال باش يستقطبوا يكون المؤسسات الصغراء والمتوسطة توانسة يحبوهم يخرجوا من تونس ويهزوا النوهة ومتاحهم والتكنولوجيا والسفوارفير الكل يحطوه الغادي خطر يعرفوا مع أنت قيمة المؤسسات دي يا خيبة المسعة لو كان حكومات متتالية ما همش سنسيب للموضوع هذا أنا اقترحت في حكومات سابقة ونعاود اقتراحي مرة أخرى للحكومات هذه أنه يقع إحداث وزارة المؤسسات الصغراء والمتوسطة موجودة في فرنسا عندهم من يستخدم بي ام او معانتها ولا كتابة دولة معانتها للمؤسسات الصغراء والمتوسطة تلمونها الملف هذا مهم للغاية ونحب نعطي معلومة نكمل بها روالبنك الدولي نحن علاقاتنا معلقة شوية مع الفيمين لكن مع البنك الدولي فما علاقات متواصلة فما المئتين وسبعين مليون دولار هدوما سافتر دي بلوكي من هنا لشهر جوان حسب المعلومات التي عندي وفما مساعدة بيش تتعطاء للمؤسسات صغراء متوسطة مباشرة الشرط أنهم يكونوا انغاغل مع انتها النفو فسكال جو سمو قد يش يوفروا من أداءات لخزينة الدولة المصري ما عنديش الرقم بالضبط لكن يساهموا يساهموا بطريقة مباشرة وطريقة فعالة وفما مئتين وسبعين مليار دو مع العالم أن البنك الدولي منذ جوان الفين وعشرين إلى حد جوان جاي الفين وعشرين راهوا بش يحط خمسمة مليون دولار في تونس نجيو لفيمي هل قرب الاتفاق هل هناك مؤشرات هل هناك معطيات بالنسبة لفيمي بش نحكي لك عن دينار نجيو لفيمي بداو في نفس الموضوع وبينشوق دينار بالنسبة لفيمي معنتها نحنا وضحنا وقلنا راهوا لفيمي تعاملنا معها في السابق وراهوا مش معقول هالتعطيلات دي صارت اللي جبت المغرب قبليك توا يا دو سمين المغرب مازالوك يخذو خمسة مليار دولار من عن صندوق نقد الدول ويعملوا في الإصلاحات وياخذوا في الفلوس من عن صندوق نقد الدولي وعندهم برنامج توا دخلوا معنته في برنامج اللي هما أكثر معنتها من قبل نحن تونس هالعملية هذه معنتها لفيمي شوشرت يقول لك يا أخي فماش إملاءات راه أنا ما أنا ما نأمنش بحكية الإملاءات بالنسبة لينا فما برامج وقع احتراحها من ترفي الحكومات المتتالية منها حكومة مدام ناجلة بودن والبرنامج اللي اقترحته مدام ناجلة بودن هو اللي وقع عليه لكور تكنيك متاع شهر أكتوبر 2022 وسيد رئيس الجمهورية أمضى على قانون المالية لسنة 2023 اللي فيه القرضم تاع صندوق النقد الدولي فيه التمويلات الخارجية وفيه كذلك الإصلاحات المبرمجة معانتها إصلاح صندوق الاجتماعية إصلاح منظومة الدعم إصلاح المؤسسات العومية إصلاح الوظيفة العومية هذين من كلهم معانتها متوافقين عليهم ولذلك هالتعطيلات هذية رأيه ما تخدمش مصلحة تونس عليش؟ على خاطر تعطلنا معانتها في مسألة الإصلاحات وتزيد تعقد الأمور أكثر تزيد تخلينا فكل بزوان متعلي فيه نانسمن أكسترير نحن في حاجة ماسة إلى العملة الصعبة والأمل أن العملة الصعبة برميل مزايا متاحها أنها تخلي البنك المركزي ريد كيفاش مربوطي ببعض المواضيع ملاك عنده معانتها أمت لا من العملة الصعبة يمكن البنك المركزي بش يدخل في سوق الصرف في بعض الأحيان وقت اللي يفهم حاجة وفهمة بريسيون كبيرة ضغط كبير على دينار تونس يولي البنك المركزي يدخل بش يعدل معانتها سعر الصرف متاع دينار تونس ولذلك هالإمضاء هذية حسب اعتقادي هالبطء هذية معانتها ما هوش في مسلحة تونس صندوق النقد الدولي حسب المعلومات اللي عندي شي يقول لك يقول لك يا أخي أنا راني عندي زادة مجلس إدارة وعندي هاي اترقابة وعندي محاسبة وراهو صارت لي معانتها سابقة مع تونس في حكومة يوسف الشيات تتذكروا أنه معانتها وقع معانتها لكور هذيك متاع التمويل هذيك لكن حكومة متاع وقتها ما أوفيتش بالوعود والتعاهدات وصندوق النقد الدولي لا سيسبونجو لكوري هذيك عليش حكومة جاد قلت وقتها عندي ضغط من الاتحاد العام توسي الشغل وهي داخلها في انتخابات وفما معانتها مسائل سياسية من نوع هذيك صندوق النقد الدولي ما يحبش يعاود الكرة مرة أخرى يقول لك أنا أعطيني إصلاحات تكون واثق باش تعملها وانتي قابل باش تعملها وقادر باش تعملها وفي مصلحة اقتصادك باش أنا جو كومنس أدي بلوكي حسب طوى باش نقتن في النقطة هذيك معانتها مسألة صندوق الدعم هذيك مع المواطن التونسي مع المشاكل الاجتماعية اللي تنجم تتوالد على الحكاية ذي إذا هو ستون منيغ دونيغوسي بيش تحسن شروط التفاوض فبها ونعمة مرحبا بيها وهذا يجب أن تونس تكون مفاوض شارس في عمريتك ما هكيا لكن أمام دوني يلفو ديبلوكي لسيطواشن على خاطر نشوفه في الحاجات كبيرة يسر